موسيقى 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 وطلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ خربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر طالما اتنين قدموا قربان ليش ما يتقبل من الآخر لأن الشغلية لها علاقة بالنية فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك الله سبحانه وتعالى قبل مني ما قبلش منك وأنا شغلني راح تشوفوا الآن صورتين في أول عملية قتل المتعمد الصورتين صورة إنسان إنسان عدواني إلى حد لا يتصور إنسان يقابله إنسان متسامح إلى آخر حد يعني ما بيعطي أي مسوغ لقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني وكأنه بقول له طب اتقي الله بتقبل منك وخلصنا بتصير تقبلنا إحنا ثنين لعن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا صوروا شوفها الشخصية ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل بتحاول تقتلني مش راح أحاول أقتل دير بالكم مش معناته مش راح أدافع عن نفسه إياكم الظنوا إنه هاي بتعني مش راح أدافع عن نفسي إنه أريد أن تبوء بإسمي وإسمك وهو بقتله بإعثم من أجله بإعثم من أجله وعنده آثام ثانية يعني ما أنا تقابل ربك وإنت بتحمل هدول التنين موقفي هذا مشان إذا أنت بدك تخطب إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله طب والله يقولوا لي ليش قتله يعني شو شايفين أنتو شو عمل الزلم هذا الله وتقبل منه وما تقبلش منك وإذا بتصير تقي بتقبل وإجد خلني أنا ليش لأنه حسده تحسدني ليش طب تقرب لربك وبتسبكني تحسدني ليش وبالتالي القتل لم يكن له أي مسوغ إطلاقا إلا الحسد شو هو وهذا الآن بكشف عن شيء في النفس البشرية إلا الحسد حسده ومن شره حسده كل هذا التمهيد مشان الآية اللي جاييني لها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل طب ليش الكلام عن بني إسرائيل الآيات اللي قبلها أصلا السياق كله في موضوع بني إسرائيل فتأتي القصة والكلام السياق عن بني إسرائيل قصة نفسها هاي وطلوا عليهم نبأ ابني آدم السياق اللي قبلها بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه شو كتب من قتل نفسا بغير نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا مش هون مش موضوع موضوع تشريع إنه قتل بس محرم أكثر إيش أكثر الواحد زي كل البشر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وليش بني إسرائيل بالذات لأنهم هم هم اللي ممكن بين البشرية كلها أكثر ناس مارسوا القتل الدليل عليه نكمل الآيات ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات شك ثم مع أنه رسلنا أتتهم بالبينات وحرمة القتل وغيرها ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون انتبهتوا يصرفوا بالدرجة الأولى في إيش كيف لما قال فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا لأنهم أهل القتل على فكرة فهم أهل القتل ومصرفين وهم لاحظوا الآن هم اللي بقتلوا أهل الحق حسدا لأن الصورة لصورة الأخوين هذولا إذا بتلاحظوا شو دوافع القتل وين هذا موجود عند اليهود أهل الكتاب مع فكرة على الكتاب ليس بس اليهود لأنه من أهل الكتاب يؤمنوا بالتوراة كاملة هاي صاروا يهود زائد الإنجيل بس عين ليس بس اليهود اليهود يؤمنوا في الإنجيل العهد الجديد تمام دقكم معي قل والآن رحني جي قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون يعني أنتم إذن هم بنكروا علينا وبيعيبوا وبيحقدوا والتفاصيل هاي ليش ما هو جينا هالكتلة واقعنا نتبهوها حتى الآن نبدأ نفسر شو قصة الإشي اللي بتستغيربوا أنتم هاي ابني آدم قتله وفيه مسوّذ وقد ما كان طيب ويخوي والله لو بدك تقتل ليه ما نيكاتلك ظل معاي شي وواصل ما عملوش إشي الله تقبل هذا وبعدها بتكون تقيب تقبل فيه جير هيك القاتب تبدو تفسروا كثير من اللي بيحصل معكم في الواقع والإعلام هذا التافه اللي بتشوفوه في العالم كله إيش القصة ما لهم هدول مش ناقمين إلا على المسلمين طب والبوذية ما لها مش ناقمين عليها بشوف ولا الهندوسية ولا الشنتية ولا الوثنيين ولا إيش القصة تبهوا الآن طب ليش لما يكون كثير منهم فاسقين بنقموا منك تنقموا مننا لأنه منؤمن بالله ومنؤمن بالوحي وإنكم أكثركم فاسقين هذا هو يعني بس هذه يعني إذا الأسباب منين جاي فيه سبب جاي من عندنا وفيه سبب جاي من عندهم من عندنا أنه إحنا يعني شوف شو ذنبنا إحنا شوفوا شو ذنبنا إحنا إحنا نؤمن بالله والوحي علينا وعلي قبلنا الوحي منؤمن فيه هاي ذنبنا والإشي اللي جاي من عندهم أنا أكثرهم فاسقين لأنه الفاسق على فكرة تستفزوا الطهارة الفاسق وتفزوا الطهارة إيش انتبهت الحسد هناك الله سبحانه وتعالى تقبل قربان هذا وما تقبل لش قربان قال له ولا لا أقتلك ليش تقتله فكه تماما الآن هذا بيكشف عن سلوك عند البشر أحيانا أنت بتستغرب ليش أيها مش منتبه أنت أنه فيه أحيانا هذا الحسد إذا ما فيش تقوى إذا فيش تقوى الحسد هذا ممكن يقود إلى إشي ما تتصوروش ود كثير من أهل الكتاب انتبهوا لها الآية هاي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أنا لو ود فهم مش عارفين الحقيقة ماشي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق شوف الرد فعفوا واصفحوا إيه نعسوا ونصفح وإلا ما أنتم بتستفزوهم ما أنتم بتستفزوهم ما هي اللي ما شف الشارع ولا بس شارعي ولطيف لبسها هي بتستفز ما بتلقي هنا هادول أصلا ببسن شارعوا وياما تحت اللباس هات إيه طيب ولي ولي مش لابسات برضو أو فيش تحتو أشي صحي فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره شوفوا العجيب تي في انتهات الآية إن الله على كل شيء قدير شو يعني هذا شو يعني هذا انتم افتحوا صدوركم شوية وكونوا واسعين لأنه راح يغيرهم أهل الله راح يغيرهم وفعلا كثير فيما بعد إذا وطعظوا بعد نزول الآية قداش أمم نصرانية ومن كذا وأسلمت هذا درس لنا برنا لما تشوفهم هجمين كلهم الآن الهجمي هاي وخايفين خايفين وصع صدق وصح حتى يأتي الله بأمره أمر الله جاي بكرة بتشوفهم كلهم خشة وبسبكوك وبصير وكروا لك ليش انت بقصر ما شوفناكاش اليوم في الصلاة الاخرين ترجمة نانسي قنقر